اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي بنيت على تاريخ حافل من المواقف والرؤى والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ونوه سموه بالحرص المتبادل على تعزيز أوجه الشراكة وتطوير التعاون والتنسيق والدفع به نحو التكامل المنشود في ظن ما تحظى به العلاقات الثنائية من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الأنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيد فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة حيث رحب سموه بسعادة السفير متمنيا له التوفيق في أداء مهمه الدبلوماسية الجديدة لافتا سموه إلى ما تشهده العلاقات الثنائية الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من نماء وتطور متواصل بما يرفض مساراتها نحو مزيد من التعاون والتكامل والمشاريع المشتركة من جانبه أعرب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص مستمر لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين بما يسهم في نماء التعاون والعمل المشترك بينهما وتمنين سعادته لمملكة البحرين ولشعبها المزيد من التقدم والتطور والازدهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر